السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفة اليوم هي البقلاوة التركية بالفصدق مع القطر الخاص بالحلويات الشرقية نحتاج كاس من الماء زائد كاس من السكر نضيف ملعقة كبيرة من ماء الزهر و ملعقة كبيرة من عاصر الليمون نحضر جانبا نحضر نحضر البقلاوة نحتاجه الفصدق والزبدة ملعقة صغيرة من الماء هذا هو الفصدق كان شريوه و كان طحنوه ما كان طحنوش مزيان كان خليهم هروش الفصدق غير مملح مشي ديال الاكل الفصدق خاص بالحلويات كسبع بهات الشكل واللون ديالو كيكون اخضر مشي احمر والي كيكون مملح من بعد غدا نخلطو كل شي ما كنستعملو معه وال ولا سكر لا تشي حاجة كنديرو نقيطة ديال ما في الدينة وكنخلطو به الفصدق كنديرو كنديرو بقلاوة رائعة تركية نشفوه مزيان ومن بعد غادي نحضروا الورقات تاع البقلاوة او الفيلو من بعد كنحتاجوا مع الفصدق الزبدة وعلبة عجينة البقلاوة او الفيلو كيف كيقولوا نحلوها ومن بعد غادي نستعملوها غادي نغطيها لانها غادي تقطع شفافة رقيق الدرجة ممكن تخسر لكم نجبدو واحدة اللي غادي نخدمو بها ونغطيوش الاخو بالفوطة لان ناخدوه جوجو ورقات بجوجو ورقات هاد العلبة ديال العاجينة ديال البقلاوة فيها 480 جرام عندي في العلبة نستعملها كلها كنستعملو جوجو ورقات بجوجو ورقات كيكونوا مناسقين والفصدق عندي 200 جرام وصار حتى البقلاوة كاذا بغير فصدق بزاف باش نجيكم رائعة من الداخل انا قلت نجرب اليوم ما بغيتش ندير اللوز او الكوكو لان البقلاوة التوركية هي البستاش الفصدق غادي نطويوا الباقي تاع العجين ديالبقلاوة وغلووها بفوطة او اي حاجة باش باتنشفش لينا وتقطع لان هي رقيقة شفافة كيب قلت تقطع بسهولة 480 جرام ديالبقلاوة اللي عندي ديالبقلاوة و200 جرام اللي عندي ديالبقلاوة او البستاش و250 جرام تاع الزبدة دوبتها هادي نجيبوا شيتة باش نقطروا العجين هذا عود اي عود كيف ممكن ممكن تدروا لي البلاستيك ممكن اي حاجة عود يكون رقيق المهم يكون خارج على العرض ديالبقلاوة انا غادي نجرب هاد البلاستيك وغادي نشوف غادي نجربها معاكم انا صارحة هادي ثاني مرة ديالبقلاوة ولكن كنا كلها بزاف في المحلات هنا لانا انتم معارفين في المانيا محلات كتير ديالبقلاوة المحلات التركية مشهورة بالحلويات وبالاكل ديالها هادي صدفة هاد العود شريته لقيته صدفة يمكن لك ما تستعملوش لكن هي ضرورية يستعملوها لك انا بغاين بهاد شكل ديالبقلاوة هادي نرشو العجينة البقلاوة بالزبدة ورقة شفافة ممكن تقطع كيف قلت كان عاملوها غير بغير بشوية باش ما تقطعش لينا جوج ورقات اللي خديت هانتو ما شوفونا حطة العود هنا واللوي وهادي ندير تم الزبدة هاد المكان اللي كنديرو بزاف ديال البيستاش بزاف صراحة انا مبقاش عندي الوقت باش نمشي نخرج نشري قلت نجربها معاكم لاني كتعجبني كما كان نخرج كان اخو كان نشري واحدة المحلات تركية او تركية مشهورين بالبقلاوة البقلاوة ديال فسطق وكلفوا بهات الشكل قلت كون ما كانت عامرة بالفسطق كون ما غتجي رائع وغادي نحطوه في اللاطا ولكن غادي نكمشوها غادي ندفعو نجرو حتى تكمش مزيان ما تقطع موالو بهات الشكل صد فاجهة قد قد مع هاد الطاول اللي عندي نحطوه البقلاوة التركية كتحتاج غير الزبدة والفصدق الفصدق والسيرو باش كتتتسقى ما كتسقاش بالاسل اللي بغا يسقيا بالاسل يسقياها ولكن البقلاوة التركية الاصلية كتسقيا غير بسيرو او القطر كيف يقولوا من بعد وغادي تشوفوا الطريقة انا خديجوجو ورقات الثانيين وغادي نلف الباقي في الفوطة كيف قلت هاد العجينة ديال البقلاوة فيها 480 كرام استعملتها كلها هادي ندهنوه بالزبدة المنطقة وذيك المنطقة بالخصوص كي يكون فيها بزاف ندهنوه ديال فوطة وما تبقى كنر شو انا حتي ما كونش عارفة البقلاوة دي ربعمية وتمانين جرام اه شحل فيها من اه من ورقة هادي اللفوها مزيان حتى اللخر وغادي ندفعه مزيان تتكمش مزيان ما كتتحل ما كتقطع موالو انا اللي فكرتني في هاد البقلاوية صديقتي عندي صديقة سورية هي اللي ذكرتني فيها قلت لي علش ما ديريش نوع من حلوة ديال التركية لانا صديقتنا حد التركية عرضت علينا وذاتنا الحلوية التركية صراحة واكل تركي فاقلت ان اه نديرها معاكم في هذا العيد علش الله هادي نستمروا حتى نساليوا الورقة او العجينة ديال البقلاوة كلها كيف قلت هنا استعملت غير مئتين جرام ديال فوصدق يمكن لكم تضيفوا اكتر ممكن تستعملوا 400 جرام فوصدق بالنسبة ل 480 جرام ديال عجينة البقلاوة او الفيلو وانا كأنواع كثيرة من الحلويات التركية في ألمانيا مرة 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 عن نصوب معكم الشكل من هاد الحلويات ممكن تشوفوهم تشوفوهم معايا نمشيوا المحل من المحلات نوريكم الحلوية التركية هذا ما تبقى الاخير من الفوصدق هي صارحة رائعة هاد البقلاوة التركية صارحة مشي لديدة ألد ما ما كنقوله غادي اللفوع او ثاني تلخر وغادي نجمعها او ثاني نكمشوها بزيان ندفعوها ندفعوها ندفعو العجين من الجوانب غادي نرشوها بالزبدة ومن بعد غادي نحضر زبدة أخرى لأن البقلاوة هي الزبدة هي اللي كتخليها مقرمشة هنستعمل هات الزبدة والخرى كنسخنها باش تدوب سهلة 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 يعني بسيطة في الخدمة ديالا صراحة بسيطة يعني ما كتحتاج للمجهود الكبير ونذكركم بالنسبة لفصدق كل تماشي المالح مشي ديالاكل فصدق خاص بالحلويات عادي نجيبوه الزبدة باش نصبوها كلها فوق طاوة وغادي نديروها في الفران درجة 180 درجة مدة ناخدت معي مدة نصف ساعة كل ما كترنا من الزبدة كل ما الورقة جادنا من قرمشة والديدة جادنا ساعة هاتي ندخلوا الفران وغادي نمرو القطر او السيرو كيف كان نقولو الحلوات الشرقية في كاس رونا هاتي نضروا كاس كبير من الزاندة قد الكاس من الماء هاتي نشعلو البوطة مداة 10 دقائق 10 دقائق لان البوطة كانت مجهدة ونضيفه مع القماء الزهر مع القدس عصير الليمون ونضيفه مدة خمسة دقائق ونضيفه خمسة دقائق ونحركه خمسة دقائق حتى تشوفوا الشكل نهائي احنا دمنا الطاوى ديالنا ديال البقلاء هو في الفران ومن بعد كنحضر السيرو في نفس الوقت لان خاصة تكون البقلاء سخونة ويكون القطر ديالنا او السيرو يكون تهو سخون باش البقلاء تشرب هادك القطر او السيرو عندهم كيف كتشوفوا بداتك تغلع الحامض ولي كيخليها عصير الليمون ولي كيخليها تهو تعطيني هاد شكل هادا بحل السيرو ما كيبقاش غير مع جاري يعني ممكن لكم بيتيال سق وهاد الفصدق هادين زينوا بها البقلاء وفي الاخير كنتمنى نكون وصلت لكم الطريقة الصحيحة ديال البقلاء والتركية لان اخذي تحت الفكرة من عند اصحابتي سوريا وصاحبتي تركيا ممكن تسقيوها بالعسل لكن هما مشغورين بهاد القطر او السيرو بالنسبة لجميع الحلوية الشرقية ما كيستعملوش العسل ها يلا تديدنا وجداد سخونة من الفران جبتها وسقطرتها شوي من الزبدة اللي بقات وغادي نسقيوها كلها بالقطر او السيرو وغادي نخليوها هنسقيوها مزيان بدكسيرو كله كنصبوه فيها وجاتيها هاديك تقريبا مقارر مضبوطة وغادي نخليوها في الطاوة ساعة ساعتين ثلاثة تسويح تتربع لها خاطر خاطرها وغادي نخليوها في الطاوة على الاقل غير ساعة نخليوها تبرد مزيان وغادي نقسموها دعبة وتبرد عاد نحيدوها يمكن لكم تقطعوها في اللول باش تجيكم ساهلة وغنزوغ بها داب الفسطق باش تلصق وغنزوغ بها داب الفسطق وغنزوغ بها داب الفسطق باش تلصق وغنزو الزبدة كيكتخلي الورقة مقرمشة واللون دهابي كيف قلت 180 درجة و 30 دقيقة تحمرت مزيان ومن بعد انا شعلت عليها الفوق لتحت طابو بجوج من بعد خليته حد 5 دقيقة قبطها لتحت حلوى نوع من حلويات الشرقية التركية كنتمنتنا لإعجابكم ما تنسوش تعليقات ديالكم وما تنسوش جام وما تنسوش أبوني إلى عجباتكم هذا الخلاوة وشكرا وبصحاف الراحة شكرا 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 شكرا